قبل بضعة أشهر على موعد الانتخابات في تونس قدم 51 نائبا بالبرلمان طلب طعن على التعديلات التي أقرت الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات إلى الهيئة القضائية المستقلة لمراقبة دستورية القوانين مصادر برلمانية أوضحت أن النواب الذين وقعوا على نص الطعن هم من كتلة حزب نداء تونس وتكتر الجبهة الشعبية وعدد من الأحزاب الأخرى حيث بيّنوا أن أحد أهم أسباب تقديم الطعن هو التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات والتي تمنع أصحاب المؤسسات الإعلامية والخيرية الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية ووفقا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن الانتخابات البرلمانية تجري في السادس من أكتوبر المقبل فيما ستجري الانتخابات الرئاسية في الداخل في العاشر من نوفمبر لكن يبدو أن الالتزام بهذه المواعيد أصبح على المحك بعد أن بات احتمال تأجيلها متداولا بقوة في المشهد السياسي التونسي خاصة بعد تعديل القانون الانتخابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر